مرحبا أتوقعنا حال الوقت لابتعادة النظوية وتهديئة الأوضاع قليلا قمنا بالكثير من الإنجازات في آخر شهرين الألف مشترك العشرة أليف العشرين ألف والاربعين ألف والسبعين ألف ولكن لما يتسنى لي الوقت ولو للحظة لقيام بفيديو كهذا أشكركم فيه وأجيب فيه على أسئلتكم هو أن أقول ذلك الهراء الذي يتكرر في كل مرة أنتم عائلتي الثانية يعني هذا كلام فاضي كل ما سأقوله هو هذا أولا بالتأكيد الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثانيا شكرا لكم على كل هذا الدعم الذي تقدمونه شكرا لكم على تعليقات محافزة والنصائح التي تكتبونه والله هذا يعني لي الكثير المهم فلنبدأ بالإجابة على الأسئلة السؤال الأول من أين تأتي بالنظريات عندما أريد كتابة نظرية أفتح اللعبة وأبحث فيها وإذا وجدت ربط بين الأشياء أبحث الموضوع أكثر وفي النهاية أتوصل إلى النظرية هل تريد أن يضيفوا ماينكرافت واقعية إلى اللعبة؟ اسمعني يا صديقي نصف لعبين ماينكرافت يمتلكون مفاعل نووي بدل الأجهزة لذا عليم اختير الألعاب بعناية مراعاة للجهاز الذي قد ينفجر في أي لحظة لذلك ليه؟ لأريد أن تصبح اللعبة واقعية وكذلك شكلها هكذا أفضل من أين تأتي بالمعلومات والنظريات؟ أخذوا علوماتي من هذا الموقع ماينكرافت فاندم وأحياناً أجرب داخل اللعبة أما نظريات فأكتبها بنفسي ما الفرق بين جافا وبيدروك؟ الفرقات جداً صغيرة يعني ولكن أكثر الفرقات التي يمكن ملاحظتها هي هذه نسخة الجافا تمتلك مدية أكثر بكثير من البيدروك أما البيدروك يمكنك اللعب مع جميع المنصات ما هو برنامج المنتاج الذي تستعمله؟ أدوب بريمير برو ماذا تتوقع أن يكون داخل بوابة الواردن؟ في الغالب بعض أخر مثل ناثر والأنت هل أحبت لعبة أكثر من ماينكرافت قبلها وكنت مدمن عليها؟ نعم لعبة اسمها ليغوفلجين أو لول أو لول وأسميها لتسميها وبالمناسبة أنا ماين ياسوي يعني لمن وشأة هل بوابة الانت سيتغير شكلها وما بداخلها؟ لا شكل بوابة لن يتغير أما الانت سيتي فمن الممكن والسؤال الثاني هل سيسمح بالنوم في الانت؟ لا ولا ماذا أصعب مود أو داتا باك اشتغلت عليه؟ هذا طورت مود من تعليقاتكم أخذ مني تقريبا أسبوع من متى تلعب ماينكرافت من 2017 متى أتيحت لك الفرصة لفتح القناة؟ الصراحة عندما توفرت الانترنت الغير محدودة في المنزل هل أهلك يعرفون بالقناة وأقاربك مشتركين عندك؟ نعم يعرفون من أول يوم من فتح القناة وكذلك مشتركين من أول يوم من فتح القناة بكامل إرادتهم لا أحد أجبرهم على هذا يعني الأمور كانت سهلة ما هي الألعاب التي تحبها من بعد ماينكرافت؟ God of War أستغفر الله The Last of Us و Plant vs. Zombie و Limbo وكذلك ألعاب الرعب والغموذ مثل Grania و Slenderina و Outlast هل أخبرك بسبب أن ماينكرافت تدعم الألوان؟ نعم هل أنت تنوي تطويل فيديوهاتك بالأيام القادمة؟ نعم بإذن الله إذا كان ستيف هو الناجي الوحيد في ماينكرافت فما قصة أليكس البنت؟ أليكس وستيف هم سكن للعب يعني إذا قلت أليكس هي الناجية الوحيدة أو ستيف هو الناجي الوحيد في النهاية سيبقى هناك ناجي وحيد في ماينكرافت لماذا سميت قناتك يوري وهل هو من يوري من سبيس إكس فاميلي؟ ماذا؟ ما هو سبيس إكس فاميلي؟ سبيس إكس فاميلي هو ماغا يابانية همم هل مهم؟ سميت نفسي يوري لسبب قد يبدو تافع يعني أنا أحب ماذا اسمها اليورانيوم وكنت سأسمي القناة بهذا الاسم لكن أردت جعل الاسم أسهل وأقصر فغيرت الاسم إلى يوري وكذلك اسم السيرفر في الديسكورد يورانيوم لماذا فيديوهاتك قصيرة؟ يوجد ثلاث أسباب البيسي عبارة عن صخرة يعني والمنتاج يأخذ الكثير من الوقت والجغل وأنا كأسؤل شوية كيف دخلت اليوتيوب ومن حفزك ومن كان ضدك؟ ففتحت قناة مثل أي بشري في الدنيا يعني ومن حفزني الصراحة أخي الكبير ووالدي وشخص آخر تقريبا هو أكثر شخص حفزني وأريد أن أرسله تحياتي من هنا يعني ومن كان ضدي يعني لا حتى تقريبا الجميع الكل كان ضدي كانوا يرون اليوتيوب مجرد مضيعة للوقت وصراحة لن ألومهم على هذا يعني أتوقع أن كل عربي وجه هذه المشكلة ثقافة اليوتيوب لم تدخل إلى بلداننا بعد اسمك وعمرك اسمي يوري يعني هذا واضح من القناة وعمري شهرين ونصف أفضل نكهة أندومي اللحم هل الموسيقى حرام؟ والله يشوف الموسيقى حرام ما هو الفرق بين الموديت والداتا باك؟ الموديت يعطوك حرية أكبر وبديع أكثر بكثير لكن الأمور البسيطة لداتا باك أسهل وأسرع وأفضل لماذا اسمك يوري؟ جاوبت على هذا السوء هل كنت تقدم محتوى غير ماينكرافت؟ نعم كانت القناة متنوعة أكثر كنت نزل عن تطوير الإلعاب والبرمجة وقصص الرعب وأتحدث عن أمور أخرى عشوائية يعني ولكن الآن استقررت على محتوى ماينكرافت هل تحب الرياضة؟ لا أنا أغلب وقتي جلس على البي سي ولكن أحب الجري والبركور ولا أعرف لماذا؟ متى التحديث الجديد؟ لا أحد يعرف هذا لكن أتتوقع أن ينزل التحديث هذه السنة متى تصنع داتا باك أخر كما كنت سابقا؟ الصراحة مرت فترة طويلة على آخر داتا باك صنعته لأن هذا المحتوى يأخذ كثير من الوقت ولكن قد نزل داتا باك في المستقبل وآخر سؤال هل تعمل نظريات عن ألعاب ثانية؟ نعم أفكر في عمل نظرية عن جراني ولكن هذه التصويتات يعني تخوف 5% فقط من المتابعين اختاروا لعبة أخرى المهم هذه هي كل الأسئلة أعتذر من الأشخاص الذين لم يظهروا في الفيديو إن شاء الله في المائة ألف يعني بإذن الله وشكرا على كل هذا الدعم لو لله ثم أنتم لم أكن لأصل إلهنا ومازال ينتظرنا الكثير بإذن الله وبالتأكيد علي قول هذا في كل فيديو وشكرا على المشاهد ترجمة نانسي قنقر